صباح الخير المشاهدين الكرام أهلا بكم إلى عدد جديد من حصتكم حديث الصحافة اليوم لستضيف البروفيسور مجيد تبتي رئيس مصلحة الأمراض العقلية للأطفال والمراهقين بمستشفى شراء صباح الخير بروفيسور أهلا بك شكراً صباح الخير أهلا بك إذن أستاذ كما تبعنا قبل قليل في معرض الصحافة أرقام كارثية 844 إصابة جديدة إصابة الكورونات جوز 800 بين 800-900 حتى تقريباً ألف و14 حالة وفاة وشي القراءة أنتاعك لهذه الأرقام؟ بالفعل للأسف الجزيد سرى فيه ارتفاع الأرقام وكذلك عدد الوفيات رحمهم الله ربما السؤال اللي نطرحه للنفس لماذا وصلنا لهذه الحالة ربما في شهر سبتمبر اليوم عندنا حوالي 9 أشهر ونحن مع هذا الوباء ولكن أنا أحس برأيي ارتفاع أسباب تهو عديدة ومنها دخول فصل خريف فيه البرودة في الليل حقيقة فيه البرودة والفيروس نعرفه ينتج فيها الفترة فيه الدخول الاجتماعي فيه الدخول المدرسي الدراسي الثانويات والمتوسطات والابتدائي كذلك وفيه كذلك شفنا جزائر مرت باستفتاء استفتاء أول نوفمبر كان فيه تجمعات حقيقة كان فيه تجمعات ولكن السبب الرئيسي وهو المحيطة والمجتمع لمكانش ملتزم وملتبت بهذا الكورونا بالكمامة والتباعد الجسدي وهذا يعني يقدر يفسر طلوع هذه الأرقام المخيفة حقيقة مخيفة لأننا كأطباء قمناها في شهر مارس عندما اكتشفنا هذا الفيروس الخطير هو الحجر السحي الحجر السحي اللي هو يعني ما هوش الحجر السحي لازم يكون في مفهوم المواطن ما هوش القضاء على الفيروس هو بداته ولكن هو التفاشي الفيروس قضاء على سلسلة كسر كسر سلسلة الانتقال هو يعني العمر الوحيد اللي يبقى إلى حد الآن الحل الوحيد يعني الناس بعض الدول الوامس يعني تتكلم على الفاكسن ولا نقول يعني من هذا المنبر ولا ما زال ما نحقش الفاكسن ما لازمش الناس يعني تخمم في الفاكسن وتقول بالإخلاص صراح الوباء يعني ربما رح يزيد في القوة تعهوه ولا احنا يعني هبطنا في الفيجيلونستانا نعم ربما يعني فتحت الباب لنحديث عن اللقاح اللقاح راهي نسبة 90% فقط من نجاح التجارة حتى لو نجاح ما يقال ما يقال ما يقال حتى لو نجاح يعني 50 مليون لقاح فقط ينتج قبل نهاية شهر ديسمبر فعلا بعدها مليار لقاح والعالم راه فيه 7 ملايار نسمة أو أكثر وجاي فصل الشتاء فصل الشتاء بارتير 21 ديسمبر إن شاء الله وفصل الشتاء حتى المواطن سنوات الأخيرة نعم بالفعل لازم نقول المواطن الجزائري لازم تعيشوا مع هذا الفيروس حتى ربما بداية الخريف تعالفين وواد وعشرين ربما ربما نتمنى إن شاء الله يكون يعني الإيقاح ولكن لازم نكون ريزونابل كما نقول لازم اليوم وقلناه وقلناه مع الحوار معك لازم نتعايش مع هذا الفيروس لازم نعطي بذكاء لأنه نتعامل معه بذكاء لأنه هو خاطر وذكي نعم أستاذ ربما تحدثنا عن المناخ كذلك الأنفلوينزة الموسمية ربما هي كذلك يعني أثرت الأنفلوينزة معروف أنها تنتشر في الجزائر في ماطيقة شمال إفريقي أو البحر الأبير المتوسط انتشر الأنفلوينزة ربما يضعف الجهاز المناعي يخلي إمكانية الإصابة بفيروس كورونا أكبر مما كانت قبله بالفعل اليوم لازم نقوله المواطنين الجزائريين هي اليقظة اليقظة من فيروس تعالى جريب ومن فيروس تعالى كورونا يعني اليوم الإنسان طلبه منه الحفاظ على صحته الحفاظ على صحته هي معروفة يعني معروفة الإنسان ياخد حضره ياخد حضره يعني في العلاقات يغسل يديه من حيش حويجه يعني سخون البارد يكل مليح يعني هذه لازم يكون يعني المناعة تعود تكون قوية لأنه أعراض تعالى الفيروس كورونا وأعراض الفيروس في اليوم ذات على قريب هم يتشابوا لذا يعني اليوم كأطباء قلناها يعني لازم ما نفرقوش بين فيروس لغريب وفيروس تالكورونا لأنه كما قلوحنا كورونا جوز كابغاف دو كونتخير إحنا إنسان اللي عنده زوكام ناخدوه بعين لإعتبار نفس كأنه كورونا كورونا لتفادي الإشكالية لأنه كورونا يعني الفيروس ما قلوش ما وش خطير الفيروس في اليوم ذات على قريب راهو يقتل أكثر من مسمو ولكن الحالة الاستثنائية هو الكورونا اللي عنده يعني خصوصيات لأنه فيروس في اليوم ذات نعرفوه الحمد لله ندخل اللقاح منذ 3 نوفمبر الحمد لله الجزائر يعني جابت اللقاح وننصح ننصح كل الناس اللي عندهم أكثر من 65 سنة الناس اللي عندهم أمراض مزمنة ولا أطفال عندهم كذلك أمراض مزمنة يعني اللقاح في أقرب وقت يعني تفادي يعني هذا الشفوش بين تدخل بين الفيروس والإنفلوز والإنفلوز والإذا أريد أن نقول حاجة لو سمحت كورونا وليزه المعطل للمدل للمدل وكذلك كلينا كما يقولون حنية يعني في بعض لأحيان يعني يشفت جيد 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 يعني يختلف ما بين للمدل للمدل للغرب والللمدل للحيان لكن للمدل يعني يعني نعالج كأنه كورونا نعم لفتفادي الإشكالية بروفيسور لو ربما الآن في هذه المرحلة على من يكون الخطر أكبر الصغار الأطفال الصغار أما الكبار في السن في هذه المرحلة في هذه المرحلة الحمد لله مدة تسعة أشهر كانت فيها دراسات عالمية وثبتت الخطورة رهي أكثر من الناس للكبار أكثر من ستين سنة خمسة وستين خاصة ولكن عندهم أمراض مزمنة كاليوم السكري شفنا اليوم العالمي لأداء السكري يعني فيه تحسيس بالفعل يعني فيه تحسيس ولذا يعني هذه الناس هم معرضين أكثر من الناس ولكن شفنا حالات ربما تعودناش عنها يعني شباب رياضي يعني ما عنده حتى مرض ولكن ماتوا بالكورونا للأسف والحمد لله يعني هذه حاجة مليحة نقولها الأطفال عندهم مناعة قوية تسمح لهم ما يتعرضوش هذا كله فيروس ولو يدخل الفيروس فيهم ولكن المناعة عندهم ناقل لكنه لا يعني ولكن يبقاوا ناقلين للفيروس يعني الخطر بالفعل ما عندهمش أعراض ما يبنش أعراض وينقلهم ولذا كين أطفال مصابين بالكورونا توفعوا كذلك ناقلوا ولكن النسبة قليلة وقليلة جدا فيما يخص الأطفال ولذا يعني أنا نقول كطبيب الحذر لكل أطفال لكل مراهقين أو لكل مسنينة وخاصة الناس اللي عندهم أمراض مزمنة وخاصة الحاملات يعني لفهم أنسات نقول كذلك الناس اللي عندهم أمراض مزمنة لازم يأخذوا بعين الاعتبار لكيليبر غليسيميك تعامل يعني لازم يكونوا بيان كونتروليوا يشربوا الأدوية ولما عندهمش يعني خاصة في هذا البريود نوفمبر ديسمبر الناس يعني خاصة الأمراض عندهم أمراض مزمنة وكبار في السن ولما عندوش حاجة يخرج ما يخرج يعني لازم تفاديوا ماكسيموم هذه أزمة سيتوين كريز لازم نجوزوها لازم نجوزوها ومالورزمون يعني كيما نقولو أدت بوفاة من أكثر من ألفين شخص وهذا يعني حقيقة يقس نبزاب لأنه فقدان جزائري واحد شفنا يعني أنا في أمراض العقلية كيفاش الناس الأطفال مراهقين يفقدوا أولياؤهم جدهم عمهم أبيهم يتأثروا نفسهم بالفعل ولذا نحن مدى بنا يعني تكون فيها اليقظة والالتزام والانضباط لتفادي هذه السعودات نعم أستاذ تحدثت عن الموت ربي يرحم كل من توفي بهذا الفيروس هذا يفتح لنا الباب أستاذ نحكيه على التأثيرات النفسية والاجتماعية لهذا الفيروس نبدأه يعني بالتأثيرات الاجتماعية الناس مقتنعين أنه يوجد خطر ويلبس الكمامة لكنه يذهب ويطبع في طرنصب كما يقولوا باللهجة الدارية يجي يروح للأسواق يحضر الأعراس الكريثة العظمى حتى الجنائز يعني أمور والله ما يتصورها شاكل كيفاش يعني إنسان خائف لكنه يقوم بأشياء على بل وبل يتنقل هذا الفيروس كيفاش يعني يتفسر بين هذا التناقضات بفعل السؤال يعني في محله احنا عالميا نعرفه ديما يكونوا الناس يخالفوا القانون يخالفوا كالناس اللي تفرط في السرعة في السيارة اللي تحرق لفروج كالناس اللي تحرق للميكو يداش الحزام ولكن هذا الكمية يعني للنمغة الأشخاص يكون قليل يعني ما يكونش كما ولكن للأسف الجديد احنا في الجزائر شفنا يعني كثير من الناس وكثير وكثير خاصة في مارس أفريل المي ما يقول لك أن هذا الفيروس من شبه ومكش منها وسيسنا الفيروس وهذه خطورة ولكن يعني حبيت نقول حاجة الفترة الأخيرة كثير من الناس تراجعوا لهذا العمر يعني الآن يعني شفنا الآن يعني الناس يجوني حقيقة أن هذا الفيروس صاره حقيقي وحنا هذا وعي وعي ومليح يعني حاجة مليحة لازم الناس تعرف بهذا الفيروس له خطير وانا قلتها في هذا المنظر معك سيدي قلنا ولدك الموت نخلوها تدخل في كل منزل وباش كل جزائر يعرف بلي الكورونا راح نفقده آلاف وآلاف من الموتة وحنا كذلك أطباء قلنا بلي بدينا نعياه بدينا نعياه لأنه كي تشوف الناس يعني لا هبال ولا مبالات وانترك تخدم صبح وعشية وفقدنا كثير من الممرضين كثير من العطباء وهذه الأزمة راح تزيد وربما كما قلت ست أشعر غربين على بلو راح يعني مش يعينا من قدروش نكملو ولكن نطلب من المجتمع الجزائري يمشي معنا صف واحد لأنه هذا الفيروس من قدروش وحدنا لأنه ورعنا مسؤولين لازم يكون فيها نسبة على المسؤولية يعني مئة بالمئة لأنه من قدروش من المستحيل يدوح ذا ما تصفقش خاصة شفنا هذه الأيام مستشفيات العاصمة مستشفيات كل الوطن يعني راح تتنادي المجتمع الجزائري بالانضباط لأنه يعني قدر ما كاش منظومة صحية في العالم يعني قوية شفنا في أمريكا شفنا في بلدان كثيرة هذا الفيروس حقيقة في إيطاليا إيسبانيا خاصة مع الموجة هذه يعني فيها نوع مننا بالفعل تتريب ما تقدرش لأنه هذا الوباء خطير وخطير جدا لذا يعني نقول هنا الوقاية الناس يعني عاونونا لأنه رأي في حرب رأينا في حرب مع هذا الفيروس وإن شاء الله يعني نتمنى يكون في أقرب وقت يعني الحمد لله يعني الجزائر اخذت يعني احتياطات ربما يكون هذا الفيروس لأنه ما كان حتى حجر غير الفيروس اللي يقدر يعني هو قاله يعني لبريزيدونت المنظمة العالمية للصحة يعني غير الفيروس اللي يقدر يكون فيه لقاح عالمي ونخرج من هذا الوباء لأن الكرة الأرضية عرفت يعني وباءات يعني وباءات مثل هذا مثل هذا يعني مكاش مكاش لأنه علاش فيه صدمة شوفوش هذا الفيروس هذا صدمة اجتماعية اقتصادية سياسية صحية يعني ما خل فينا ولو لذا يعني المجتمع الجزائي اليوم انهار بسيكولوجيكي انهار لأنه ما تنساش عواقب عواقب تعد الفيروس على المجتمع الجزائي سواء اقتصاديا أو صحيا يعني سواء بلو بسيكولوجيكي تنبورتون أنا ربما كلما يطرح لي سؤال نقول لهم يعني الموجة الثانية رح تكون يعني ازمة صحية عقلية ونفسية حادة وحادة جدا لأنها رح نشوفها ما بعد الكورونا نشوف يعني كثير من الناس نهاروا نهاروا حقيقة لأنه الصدمة الاقتصادية خلت الناس مديا يعني مديا ما كاش يعني الناس ما يشتخدم الناس وهذه يعني طالت الأمور مدة تسعة أشهر ما يش نهار ولا يومين لذا يعني الناس اللي فقدوا الناس اللي مرضوا العطباء يعني الناس اللي رحوا في المستشفيات ونقول احنا كصف الجيش الأبيض اللي كان نهاروا رح يقابل هذا الوضع الخطير جدا نعم مستد تحدث يعني عن الأثار النفسية قبل يعني من بدو عن الأثار النفسية اللي رح يخلف هذا الفيروس نحكي كذلك على الأخبار الكذبة اللي رح يتنتشر مثلا أمس فقط انتشرت إشعة أنه مستشفى مصطفى باشا أغليقه للأسف يعني وش تنصح الناس كي يسمعوا هذة الأخبار نعم من الناس اللي يقول بلك حتى حتى الأرقام متاع الإصابات يقول لك تسعمية وما يستنى وش يعني بيّن وزارة الصحة هكا كل واحد منين يعني يسمع خابر ينقلو وكين ألف كين ثمين ألف كين كذا نشوف احنا في الجزائر للأسف الجديد كين 43 مليون طبيب كين 43 مليون صحفي كل واحد يمد الأرقام اللي يحب ولكن لازم يكون فيه يعني روح المسؤولية كل واحد روح مسؤول على وشي ويقول ممكن هذا كالخبر يقدر يخطي الإنسان يعني شفنا مستشفى مصطفى وأنا أشكر كل يعني على رأسهم المدير والأطباء للممرضين تعمل مستشفى مصطفى وكل يعني المستشفيات روح يخدموا ليل ونهار وأنا أصدقاء يعني ناس تكون شوية كما نقول نحن ما تأمنش نستأمن الخطورة في هذا الوباء وشفناها في مواد مارس نقول كأطباء خاصة في الأمراض العقية تفادوا هذه المعلومات الخاطئة وخاصة المعلومات اللي تزيد قلقك نعم الناس مستشفى أكبر مستشفى في الجزائر بالفعل وشوف انت خلوه دجارنا مقلقين انت كي تشوف يعني فلان مات فلان مات فلان مات رح يزيد القلق وهذا الفيروس هو خطير لماذا خطير لأنه كما نقول بالعامية إيقابك يعني تشوف انت رك في مناعتك هبدا رك مقلق وما كليت مليح ومرق تملح رك يعني في مستوى تعوسمه يعني ربما شوف ربما رأوا في الفيروس لأنه كثير من الناس حوالي ربما 40-50% ما عندهم مش أعراض بتاع اكتئاب رح يجمك نعم أستاذ نحكي كذلك على الجانب النفسي كأن بعض الأمراض يعني الناس مرضى مثلا مصابين بمرض التوحد خطر كبير عليهم يعني معروف عليهم أنه متابعة يومية ولازم ما يتعرضوش للقلق وهذا المحيط العام اللي يفرضوا هذا الفيروس محيط مليء بالقلق مليء بالتوتر أستاذ أستاذ خلالت تقول على هذا أكيد أنت عندك تجارب بالفعل يعني كذلك لعلاء أمراض التوحد ولا أحمي تشوك لأنه رهي كارتا يعني كيف نقول أمراض التوحد يعني نخمم في كل العائلة اللي رهي تكفل بهذا نعم ليس المرض فقط ما وش حاجة سهلة يعني والله ما راهي حاجة سهلة وحنا عرفنا بلي مرض التوحد عنده خصوصيات يعني في العلاج وصرا فيه انقطاع في العلاج وهذا القطاع في العلاج الناس اللي كان عندهم الحط يتبعوا في المراكزة الاستشفائية ونخليك الناس اللي ما عندهم شي يعني هذا الحط اللي يعالجوا وحنا كين نعرفوه يعني لكور بتاع المرض التوحد أو فعل الانديكاب وتخوب بتاع التوحد رهي في إزدياد كثير وكثير جدا من العائلات اللي رهي تعاني وانا قلت يعني الناس هدو ما كين فيه يعني لازم يصبروا لازم يخدموا مع ولادهم لأن التوحد ما لازمش تحبس معاه ولذا احنا في مستشفى الشراغان نمدوا نصائح نمدوا يعني بلا تيلي كونسلتاشون ما وقفناش ما حبسناش ولكن احنا نعرفو بالمرض التوحد لازم له يعني مراكز صحية خاصة وفيه يعني طاقم طبي دي زوكسيليار في يعني دي بسيكوموتريسيان ماوش طبيب وحده ولذا يعني ان شاء الله يعني نقويو المنظومة الصحية تانا ويكون يعني إعادة الاعتبار للأمراض العقلية والنفسية لكل هذه الفئات التي تحتاج لعلاج يعني خاص ومنهم مرض التوحد وكثير من الأمراض الأخرى نعم ربما استاذي يعني التحدي الأكبر بعد تجاوز هذا الفيروس وباء العالم هو تحدي المضاعفة النفسية واللي راح يخلفها بالفعل احنا مؤمنين عسى ان تكرهوا شيئا وهو يخيروا لكم ولكن اليوم لو كان نريحه نشوفه غير نحسبه في الموتة تعنا ونحسبه اسمه ما نخرجوش من أزمة لازم تكون عندنا نظرة استشرافية لازم نشوفه الجيل الجديد ونقويه المنظومة التربوية نقويه المنظومة الصحية لازم نشوفه يعني نديره نديره فيه التقييم والتقويم لذا يعني راح ين الجزائر كبقية البلدان للعالم راح ينكونوا في أزمات يعني حادة راح يكونوا وباءات وخلال راح تكون زلازل راح تكون حرائق راح تكون مسمو لذا يعني لازم تكون فيه نظرة يعني قوة سياسية في الجزائر لتخلي يعني نكونوا أقوية ونخرجوا بنتيجة إيجابية إن شاء الله كما يقال أزمة تريد الهم نعم إذن أستاذ الكلمة الأخيرة هي الوقاية خير من العلاج الآن ما كشح الكورونا إلا الوقاية إلا الحجر المنزلي الوقاية وثم الوقاية وثم الوقاية شكرا جزيلا دكتور لا شكرا إذن مشاهدين الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا العدد من حديث